صباح الخير نبدأ مع حضراتكو هيكون معانا طبعا يوميا من تمانية لعشر احنا في اول ايام الرحمة ربنا يجعلنا ويجعلنا دايما نصيب من رحمته في هذا الشهر المبارك ويتقبل منا الصيام والدعوات ويديم علينا يا رب ايام البركة والخير الجوء الرمضان طبعا بتكون كلها خير وبركة ويمكن مبارح بتزدت الاجواء دي مع اعلان دار الافتاء ثبوت هلال الشهر الكريم الكل ابتدى يستقبل مكالمات ورسائل التهنئة بالشهر الكريم خصوصا من الاقارب وصلة الارحم لانه طبعا من اهم الحاجات اللي بنحرص عليها كلنا في الشهر ده صلة الراحم طبعا بكل تأكيد ومبارح كمان من الحاجات الجميلة بقى كانت اول صلاة ترويح في المساجد وكانت المساجد عمرها بالمصلين الشوارع كانت زحمة جدا والحقيقة حاجة تفرح يعني في مشهد روحاني وجميل جدا يا مان ربنا يتقبل يا رب مننا كلنا جميع الصلاة والدعوات وصلة الارحم وتواب قراءة القرآن في الشهر المبارك صباحكم زي الفلك صباحكم كل باركة اول ايام شهر رمضان المبارك صباح الخير يا مصر قبل ما نبدأ اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة خلنا نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار طقس والمرور في القاهرة والمحافظات وغالبية المدن المصري صباح الخير يا محمد صباح الخير يا منا كل سلام تطيبين وكل سنة ومصر والامة العربية والاسلامية بقى الف خير يا رب رمضان كريم صعب اول يوم شغل كده في رمضان ولا بنسبالكو طبيعي النهاردة لا تماما نمتو كويسة الحمد لله فا يعني عندنا ساعة زيادة كانت لطيفة نصي المشكلة ان احنا لاحقين الصيام من اوله يعني لا وشاز اللي بيقول ايه احنا خلينا حضراتكو تصحوا ساعة متاخر احنا لسحين صحة متاخر لا والناس اللي بتتبقنا كمان اكيد بس يعني اه اتضمنا معهم كل سنة وانتو طيبين خلونا نبدأ معاكو جولتنا النهاردة بجولة مرية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات وخصوصا ان الناس بدأت تنزل دلوقتي هنبدأ معاكو جولتنا من محافظة القاهرة والنهاردة اول يوم في رمضان واتغيرت موعيد العمل الرسمية واصبحت من الساعة التاسعة الى الساعة الثانية عصرا وده هيخلي ساعة الضروة بتتغير لانه دايما بيرتبط بدخول وخروج الموظفين وطلاب المدارس خلونا نبدأ معاكو من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كتفات نسبية في شوارع متفارقة وفي شوارع تانية هنلاقي كمان في سيولة مرورية لكن على طريق الكورنيش هنلاقي في كتافة مرورية من المضلات في اتجاه منطقة وسط البلد كمان الكورنيش المتجه الى المؤسسة في بعض الكتفات المرورية هنروح لكبر اكتوبر هنلاقي هناك كتفات مرورية مستمرة لحد العباسية هنبدأ المشهين لحد غمره في اتجاه العباسية هنلاقي فيه سيولة مرورية لو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كتفات وصولا للمنصة وبدأت تظهر كتفات متوسطة في الاتجاه الاخر الى وسط المدينة كمان شارع بورسعيد من نزلة كبري اكتوبر حتى منطقة الزاوية الحامرة هناك بعض الكتفات شهدت مناطق من كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي الى مناطق المنيل والملك الصالح اما الاتجاه المؤدي المعادي وحلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا ونروح معاكم لمخافظة الجيزة هنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكتفات المرورية قبل بعض النزلات كمان بدأت بتتكون كتفات مرورية بمحور 26 يوليو القادم الى ميدان لبنان من مدينة 6 اكتوبر اما الاتجاه الاخر فبيشهد كتفات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند ضلعة الدائري من ميدان لبنان هنروح لطريق المريوتية الدائري واللي فيه سيولة مرورية نسبية لمتجه مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حضائق الاهرام وصولا لميدان الرمية كمان فيه كتفات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقن بتظهر كتفات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبلاء ومبابة لكن بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كتفات مرورية هذي في الاتجاه لجامعة القاهرة كمان ظهرت كتفات متحركة في منطقة مشعل وكتفات من شارع العشرين حتى الطلبية فيه كتفات امام المتجه الى كبري جيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين كمان ظهرت كتفات اخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمنطق بلاء ومبابة نروح معاكم لمحافظة القليوبية ولو انت جاي من محافظات الدلتة زي المنوفية وماشي على الطريق الاقليمي بيفضل انك تكمل في طريق شبراء بنها الحر علشان مفيش اي كتفات ومنه الى الطريق الدقالي ومحور الفريق العصار اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكتفات المرية في الطريق الاسكندرية الزراعي قبل الداف طريق الدقالي لكن اقل من المعتاد في اول ايام رمضان بيشهد الاتجاه التاني كتفات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب اي كتفات مررية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحم مروري بكمين جولتنا ونروح بورس عيد اللي هنلاقي بيها سيولة مرية في اغلب الشوارع مع ذا بعض الكتفات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر واللي بيشهد كتفات نسبية قليلة هتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية من طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كتفات مرية مكملة لحد اخر الشارع منا جولتنا المرية خلونا نصعد معكم جولة سريعا احوال التقص في اول ايام رمضان النهاردة التقص هيكون دافئ نهارا على قهرة الكبرى والوجه البحري في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى قهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد درجة الحرارة في القهرة النهاردة 24 وأقل وأعلى درجة حرارة هتكون في ازوان 33 وأقل درجة حرارة في مطروح 20 درجة هنتابع مع حضراتكم التقص بالتفصيل لكن بعد شوية خلينا نبدأ كالمعطيات بأهم الأحداث اللي حصلت إمبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع ملوك وزعماء العالم العربي والإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس قيس عيد رئيس الجمهورية التونسية والشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر والعاهد البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة وخلال الاتصال تم تبادل التهاني والتمانيات الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك وزعماء العالم العربي والإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأجرى الرئيس اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم دعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر المعظم على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس قايس عيد رئيس الجمهورية التونسية وتبادل الرئيسان أصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين الله عز وجل أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام والرخاء للشعبين المصري والتونسي الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية امبارح برضو أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم متمنين أن يعيد الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والازدهار وأن يديم الأمن والاستقرار على جميع الشعوب العربية ويتقبل منهم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة وتبادل الزعيمان التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم دعين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال في هذا الشهر وأن يديم الخير والبركات على الشعبين الشقيقين ويحفظ الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهم الأمن والاستقرار امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وتوجه الرئيس بالتهنئة للرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم متمنيا للشعب العراقي الشقيق دوان الأمن والرخاء وهو ما ثمن الرئيس العراقي دعين الله عز وجل أن يعيد الشهر المعظم على البلدين الشقيقين بالخير واليوم وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما البركة والازدهار امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وتم تبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم والإعراض عن الثمانيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما الخير والازدهار أيضاً امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تابوك بالمملكة العربية السعودية اللي قدم التهنئة للرئيس بحلول شهر رمضان المعظم دعيان الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كمان من ضمن الأحداث اللي حصلت امبارح الجولة التفاقدية اللي أجرها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء لمتابعة المراحل الانهائية لمشروعات تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام رئيس الوزراء أكد أن الزيارة دي بتأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمكونات مشروع تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام واللي بيتم تنفيذه بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين وعضاها بمكانتها الدينية والأثرية وأيضا السياحية من بارح كمان المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمرار لتنفيذ توجيهات سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع الأردن عدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاتية العجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة خلينا نتابع التفاصيل أخبار كثيرة مهمة حصلت مبارح أبرزها الجولة التفقدية لأجرها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزرة بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سينا لمتابعة المراحل النهائية لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام وتفقد أيضا عدد من المشروعات السياحية بالمدينة وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة بتأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام اللي بيتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار مخطة تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها إنبير حرس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزرة على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين في أثناء تفقده للمشروع وأكد العاملين على مواصلة العمل أيضا خلال شهر رمضان للحفاظ على معدلات التنفيذ وهو ما أثنى علي الدكتور مصطفى مدبولي موجها الشكر لهم على جهدهم واستجاب لطلبهم بالتقاد صورة معهم مشيدا في الوقت نفسه بمستوى التنفيذ وموجها باستكمال مشروع التطوير بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة إنبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارة المدينة سانت كاترين مراسم توقيع عقود الإدارة والتشغيل للمكونات السياحية والفندقية لموقع التجل الأعظم في أرض السلام وده بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن نفسها وعن محافظة جنوب سيناء وشركة مصر سيناء للسياحة وشركة شتايجنبرجر دويتش هسبتاليتي الألمانية بالشرق الأوسط إنبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة نفزت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفع جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وأيضاً الأدلاء أو قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1-4-2024 وأيضاً الإعلان عن قبول دفع جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024 من كافة المؤهلات الدراسية وغير ذوي المؤهلات والمقرر استقبالهم اعتباراً من يوم الأربع الموافق 27-3-2024 بالنسبة لأخبار المحافظات في أسيوت تم تركيب الانترلاك لـ 15 شارع ومنطقة بمدينة دايروت ضمن خطة التطوير وفي المنوفية تم ضخ 72 تن سكر في المنافذ المتنقلة بسعر 27 جنيه للكيل أما في محافظة الشرقية فتم توزيع 40 ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً وفي اسكندرية تم تقديم خدمات طبية مجانية لـ 1139 مواطن وده ضمن مبادرة حياة كريمة تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة فأسيوت أعلنت المحافظة عن تركيب الانترلاك لـ 15 شارع ومنطقة ضيقة بمدينة دايروت ضمن خطة التطوير والتجميل لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطعات في المنوفية شهدت المحافظة استفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لضخ 72 تن سكر مدعم بسعر 27 جنيه للكيلو وده للمرة التانية خلال أسبوع للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم في شمال سينة افتتحت المحافظة مركز الدعم النفسي بمدارية التربية والتعليم حيث يعد مركز حكومي متخصص لتقديم خدمات دعم تربوية ونفسية لجميع الطلاب وأولياء الأمور وبيقوم بتقديم عدد من الخدمات من بينها التخاطب والتوحد والإرشاد الأسري والتكامل الحسي وصعوبات التعلم وتنمية المهارات وتعديل السلوك في الشرقية شهدت المحافظة انطلاق فعليات توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة بإجمال 500 طن مساعدات غزائية لتوزيعها مباشرة من خلال المتطوعين على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة ودخل الشهر رمضان في الإسكندرية نظامة مدريت الشؤون الصحية قافلة طبية بالوحدة الصحية بمنطقة العمرية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ضمت القافلة سبع تخصصات طبية وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1139 مريض من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجاناً بالكامل لهم في الغربية نظامة المحافظة رحلات قادرون باختلاف لمعالم العاصمة الإدارية الجديدة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة في إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوي الهمم وتمكنهم ودمجهم في المجتمع وتم زيارة 200 بطل من ذوي الهمم من أبناء المحافظة للعاصمة الإدارية للتعرف على المشروعات القومية على أرض الواقع في الأليوبية تم افتتاح 9 معارض أهلاً رمضان بمراكز ومدن وأحياء المحافظة واستمرور ميداني من قبل إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع المعارض والتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع السلع في الدأهلية افتتحت المحافظة قسم العناية المركزة بمستشفى ميد سلسيل المركزي بعد تطويرها وتجهزها بتكلفة 3 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني وبالضم 12 سرير و12 مونيتر و3 أجهزة تنفذ صناعي وضمن خط التطوير المنشآت الصحية في ظل بناء الجمهورية الجديدة في البحيرة شهدت المحافظة افتتاح معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية بنطاق مركز أبو المطمير وضمن خطة التوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وبتشتمل أجنحة المعارض على مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التي تقل عن مثلتها بالأسواق مشاهدينا نحن لسا موجودين معكم الغذائي ساعة عشرة خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقات بنصبح على حضرتكم مرة تانية دلوقتي يجي معنا مع أخبار التقص بالتفصيل وهاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقص هيكون دافئ نهاراً على القهرة الكبرى والوجه البحري ماء للدفئة على السواحل الشمالية وماء للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد هو حار على جنوب الصعيد أيضاً بالليل التقص يكون بارد على أغلب الأنحاء وفيه النهاردة فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من القهرة الكبرى وشمال الصعيد تفاصيل أكتر عن حالة التقص معنا على تليفون دكتورة منار غاني وعضو المركز الأعلام بهاية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور وكل سنة وحديك طيبة صباح الخير على حضرتك أستاذينا وصباح الخير على كل سنة المشاهدين وكل سنة وحضرتكم طيبين وبخير ورمضان كريم على الجميع على الجميع يا رب طيب أخبار التقص النهاردة إيه خصوصاً نحن أول أيام شهر رمضان ومبارح بالليل الجو كان برد جداً يعني ما كانش فيه رياح لكن كان فيه يعني جو كان فيه ساعة شديدة جداً مبارح دكتور منار ألو أيوة حديك مع عينة فضالي بقول أخبار التقص النهاردة خصوصاً إن مبارح بالليل كان جو برد جداً فالنهاردة التقص في أول أيام رمضان هتكون إزاي أحنا مع حديك على الهوى تفضالي هو طبعاً طبيعة الفترة دي من السنة دايماً التبين والاختناف الكبير في القيم ضربات الحرارة بين النهار والليل ودايماً لما تكون مصادر الكتار الهوائية وتدهاARIN صحر ہوبية فترة المنهار بيكون فيها دفء بشكل كبير فترات دلبي كنت فيها برودة ويمكن برودة جديدة خاصة كمان في المدن الجديدة والأماكن اللي تكون مفتوحة بشكل جديد يمكن إحنا ن وهناير فنحتنا شرطنا العثباراً من اليوم حسبت إدفاعات تدريجية تدقي من درجات الحرارة لأن من اليوم هيبدأ تأثرنا بالكتر الهوائية السحراوية خط الهواء الصحراوية دي هتأثر في معظم محافظات الجمهورية وكمان هيكون انتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العالية ده هيعمل على بيادة محافظات تقوى عشاعة الشمس فاليوم العظم على القاهرة الكبرى هتكون 24 درجة مئوية وتباستفاع ترقصية معاني الأمن فالطاقة هيظل تقتشيك ويداتي فضرة المهار على القاهرة الكبرى والوكه البحر محافظات ماليستعيد ماء اللي الدفئة على السواحل الشمالية المحافظات المصلة على البحر المتوسط ما بين الحار الى ماء للحرارة في المناطق الموجودة في جنوب الصعيب في جنوب الصعيب ده هيكون فترة المهار وتحقيق أشاعة الظهيرة مع شبه أشاعة الشمس العكس تماما هيحصل سطرات الليل طبعا مع غياب أشاعة الشمس بيكون بارد في معظم الأنحاء وخاصة كمان زي ما قلنا في الأول المدن الأهيدة الأماكن المصروحة المحافظات اللي ديها الغهير الصحراوة بشكل كبير بتحكي بالبرودة أكتر فطبعا كمان أيام اللي هيكون فيها مشاط لرياح يمكن الليلة الماضية كان كمان في نصاط لرياح خلينا نحس بانفصاد طيام درجات الحرارة أكتر هو دايما وجود نصاط لرياح وبيحصل دايما قصة المساء وساعات الجيل يخليه أو يحس بانفصاد طيام درجات الحرارة بشكل كبير الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة معنا خلال الأيام اللي جاية وبتظهر طبعا على أغلب الصرق الزراعية والسريعة والخريبة من المفتحات المائية وبتقدي إيه انصطات في الرؤية العسلقية فترات الصباح الباكر زروة الارتفاعات في قيم درجات الحرارة هباك أنت من بكرة وبعده صح؟ بالضبط الثلاث والأربع هيكون هما زروة ارتفاع قيم درجات الحرارة العظم على القاهرة القبرى هتوصل لـ 27 و28 ممكن كمان توصل لـ 29 درجة مقاوية خلال فترة النهار فبكرة وبعده بس الأجواء هاتوا بأجواء حرر بشكل كبير في معظم المحافظات هيكون في جيادة لفترات الصباح أشعة الشمس الأحوال الجوية مستقرة لكنها ارتفاع كبير في قيم درجات الحرارة لكن أيضا نوهنا أن نفع برطوبة منخفضة انخفاض نفع برطوبة ما يخلقينش أحس بالارتفاعات الكبيرة في قيم درجات الحرارة فهنا لو احنا ميت في أماكن ظل ولو كنت موجودة في الأماكن المقفولة مش هحس بارتفاع قيم درجات الحرارة أنا هحس بس بارتفاع قيم درجات الحرارة لو أنا بتحرك تحت أشعة الشمس ومع يوم الخميس مرة أخرى تعود درجات الحرارة دي الانتفاضات التدريجية يمكن ترجع ثاني 24 و25 عظم على القاتلة الكبرى مع بداية الإسواء اللي جاي نعود بالمعدلات السبعية فهو بس هنحس بالارتفاع الثلاثة والأربعة ومرة أخرى قيم درجات الحرارة تنخفض بشكل تدريجي مهم جداً بس مش عايزين كمان نقلق الناس ونقول ان هو الارتفاع ده ممكن يأثر عليهم في الصيام وهم منازلين يشوره لان طبعاً حضيك بنقول ان نسبة الرطوبة مش عالية قوية فمش هنحس بالارتفاع ده بشكل كبير يعني لا احنا مش هنحس بالارتفاعات بشكل كبير دي فاصل الصيف طبعاً لا تماماً نسب الرطوبة منخفصة حتى كمان قيم درجات الحرارة يعني بالنسبة لضربات الحرارة احنا بتسجيلها في خاصة الصيف او الصناعات الماضية في شهر رمضان الكريم هي اقل طبعاً منخفصة درجات الحرارة فمش هنحس خاصة كمان زي ما قلنا تاني من النهاردة هيكون في نشاط لرياح مع خطرة المداء وساعات الدين ده هيخيلطس الأجواء بشكل كبير ويحسسنا بالبرودة ويحسسنا بانخفصات قيم درجات الحرارة مش مصير لأي رمال وأطلبها فما نقلع شيء مهم بس فترة الصفور نتناول قدر كبير من المرصبات والسوائل نحتمل أماكن الضي اللي بحاضة الإمكان عاسمة نحسس بأي اتفاعات في قيم درجات الحرارة مهم جداً في الفترة دين السنة ناخد بالنا من قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بشكل كبير بلاش نخفص الملابس وخاصة لو هنقرب فترات الليل او فترة الصفور او فترات الصباح الباكر لأن لو قدي كانت صفات كبير في قيم درجات الحرارة وحنحسد البهودة فمهم جداً للملادس الشيكوية على مدار اليوم او فترة في فترة الليل تجنباً طبعاً لما زالت الباكر انا بشكر لحديك شكراً جزيلاً عن دكتورة منار غاني موضوع المركز الألان باية الأصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقع النهاردة هنبدأ من القاهرة العظمة 24 صورة 14 العاصمة الإدارية 25-13 اسكندرية 22-12 العالمين الجديدة 22-12 مطروح 20-13 ضميات 21-14 بورسعيد 20-15 اسمعالية 25-13 اسويس 24-13 العريش 21-10 كاترين 21-6 طابة 24-13 حلايب 28-20 شلاتين 26-19 شرم الشيخ 27-17 الغردقة 26-16 الفيوم 26-11 بنيسويف 26-11 الوادي الجديد 32-14 اسويس 28-12 سهاج 31-13 قناء 32-14 الأقصر 32-15 أخينا أسوان 33-16 حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة التقس النهاردة يعني يعتبر التقس النهاردة مستقر بشكل من الأشكال لكن بالليل الجو بيكون برد وبكرة وبعده فيه ارتفاعات في درجات الحرارة نخلي بنا ونشرب كميات مية وافية بعد الفطار علشان نقدر إن إحنا لما نتعرض لحرارة الشمس ما نبقاش تعبعين في الصيام أنا هرجع مرة تانية لشاز ليومنا علشان نكام معك في غرصة واخرية مصر شكرا لكده ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي حتحصل النهاردة وكمان أهم المباراة اللي حتتلعب في الدوري المصري والدوري الإنجليزي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فأعلنت الهيئة القومية للأنفاق موعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم تيسيرا على جمهور الركب حيث إن بداية ساعات التشغيل لخطوط المترو الساعة خمسة وربعة صباحا ونهاية ساعات التشغيل الساعة واحدة صباحا بعد منتصف الليل وبداية ساعات التشغيل للقطار الكهرباء الخفيف الارتي الفنون والثقافة وعدل منصور الساعة ستة صباحا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 12 منتصف الليل النهاردة هتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير لمدة خمسة وخمسين يوم ووضعت الكنيسة الصوم الكبير في أصوام الدرجة الأولى اللي بيمنع خلالها تناول المأكلات البحرية والاكتفاء بالمأكولات ذات الطبع النباتي فقط كما تنظم الكنيسة القدسات بشكل يومي النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 16 من عمر المسابقة هيلتقي الاتحاد السكندري مع فيوتشر في تمام الساعة التسعة والنصف ليلا والعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في ختام الجولة 28 من عمر المسابقة هيلتقي تشالسي مع نيو كاسل يونيتد في تمام الساعة العاشرة ليلا دايما في رمضان عادتنا الغذائية بتكون مختلفة شوية دايما بنعتمد على الأكل اللي يكون داسم والحلويات الكتيرة وده بيكون بيعمل مشاكل صحية لكتير من الناس وخاصة كبار السن دلوقتين ونحن نشوف تقرير عن أهم النصائح الطبية الخاصة بالتغذية السليمة والصحية للمسنين في شهر رمضان من الحاجات المهمة جدا لولادنا في فترة رمضان يذكروا ازاي؟ ايه النظام الغذائي اللي بيعسس قدرتهم على التركيز وعلى المذاكرة وعلى الإباه؟ هو احنا عندنا كذا عامل؟ العامل الاول انا باكل ايه؟ اه على الفطار وبياكل ايه على الصخور وباكل ايه بينهم هما الاثنين؟ ده عامل مهم جدا هل انا بلعم رياضة ولا لا؟ دعامه الاخر العامل التاني المهم جدا جدا النوم فيه ابحاث كتير جدا اصبحت لوقتي بتركز على اهمية النوم للصحة العامة وصحة النوم بصفة خاصة هبدأ بان انا اقول ايه افضل النمط الغذائي للطلبة وللمذاكرة اهم حاجة ان احنا نفتر على طمر ودي حاجة معروفة ابحاث كتير جدا اثبتت ان الطمر مش مجرد ان هو بيديني طاقة او بيستعدني عن ان هو يبقى مصدر للسكر بهدوء ما يعمليش افتفاع حاجة في السكر لا ده هو بيعزز قدرة المخ على ان هو يزاكر وان هو يستفيد بالمذاكر اللي هو اخذها هو يقدر يطبقها بطريقة جيدة بالنسبة بقى الموايد النوم يعني لو عادت اتكلم على اهمية النوم مش هخلص يعني النوم اولا بيستعد جدا الواحد ما يتخنش القلة النوم بالنسبة للسيدات المهتمين برضو قلة النوم حتى لو انا قللت اكله انا ما زبطتش نومي قلة النوم بيزود اتهاب بتاع الجسم وبيفاد الواحد عنده قبلية اكتر لانه يحوش الدوم في الجسم وبيزود الضغط وبيزود السكر وبيزود الاكتئاب فالحقيقة دوقع فيه فرع كبير دوقتي في الطب اسمه طب النوم يعني من كتل ما هو مهم ومن كتل ما اتعامل عليه ابحاث كتير فالميا الاكل المزبط القضار والفاكة والبقوليات النوم على الاقل يعني من 7 الى 8 ساعات في الـ 24 ساعة حتى لو متقطع احسن من بناشي وسط حالة من البهجة انطلقت فعليات دوري رياضي للمتعافين من الادمان بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات الدوري بيتم تنفيذه برعاية صندوق مكافحة الادمان وتم تدشين الدوري بملاعب حي الاسمار عايزين نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الاستاذ ماتحة واهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الادمان صباح الخير عليك يا فن صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين القرام كل عام وحضراتكم بخير وبسعب وحضراتك طيب يا فندم لو تكلمنا في البداية عن ابرز الفعاليات والانشطة اللي بيتم تنظيمها في الدوري ده خلينا اقول لحضراتك يمكن احنا بالتحديد احنا عندنا توجيئات من القيادة السياسية بتنفيذ برامج توعوية متكاملة لاهلين داخل المناطق المطورة اللي هي بديلة العشوائيات زي الاسمرات وبشار الخير والمحروسة وكتير الحياة من المناطق اللي هي اصبحت مناطق متطورة ومناطق امينة بديلة للعشوائيات اللي احنا كنا بتشاهدها على مدار سنوات طويلة في الماضي احنا بننفذ برامج توعوية الحقيقة البرامج دي يعني منها ان احنا بنعمل فرق اقواب للمنازل الاسر بنوعيهم بقاليات الاكتشاف المبكس للطعاطي وازاي اللي اقدر الله لو الاسر عندها ابن بقى طعاطة مواد مخدرة هي ابرز العلامات اللي ممكن تدول ان الابن بقى طعاطة ايضا كمان بنعرفهم كيفية التواصل مع الخط الساخ اللي تندوق مكافحة وعلاج الاذمان اللي هو 16-23 لتقديم اي خدمات علاجية لأي مريض اذمان مكار احنا كمان افتتحنا ست عيادات داخل المناطق المطورة الاعيادات بتستقبل الشباب وتوعياتهم وكمان ايضا بتستقبل المرضى لتقديم كافة الخدمات العلاجية احنا يمكن على مدار العام الماضي 20-23 قدمنا خدمات علاجية لأكتر من 19 الف مريض اذمان من ابناء المناطق المطورة وكمان ايضا المناطق المجاورة لهذه المناطق الخدمات العلاجية ان احنا بنقدم الخدمات العلاجية في مراكز التابعة لسندوق مكافحة وعلاج الاذمان مراكز العزيمة اللي موجودة الحياة في العديد من المحافظات لان احنا عندنا 28 مركز علاجي منتشرين في 17 محافظة وايضا بصدد بالكتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام من ضمن الخدمات العلاجية الحقيقة اللي بيتميز بها سندوق مكافحة وعلاج الاذمان ان هي ما بتكتصرش بس على سحب المخدر من مرضى الاذمان ولكن تمتد الى خدمات الدعم النفسي التأهيل الاجتماعي ايضا كمان اللي هو الدمج والتمكين الاقتصادي ان احنا بنعلم المتعافين حرف بيحتاجها سوء العمل يمكن على قدار الفترة الماضية احنا الحقيقة يمكن ندربنا اكثر من 14600 متعافين ايضا من ضمن الخدمات ان احنا كمان بنعمل انشطة ما بعد العلاج زي الدور الرياضي اللي حضرتك اشارت عليه هدف الدور الرياضي هو تعظيم دور الرياضة ايضا الحقيقة ده من ضمن الخدمات اللي بتقدمها لمرضى الايتمان باهم متعافين وده بعد العلاج ده بيساعدنا في ايه بيحد من الانتكاسة وكمان في اطار اعادي التمكوم في المجتمع مرة اخرى احنا الحقيقة كمان بجانب ان احنا يعني بننفس برامج نوعوية في المناطق المتكاملة احنا كمان قدرنا ان احنا نستقطب ابناء من هذه المناطق اللي هي المناطق المطورة ان هم بيبقوا متطوعين لده صندوق مكافحة وعلاج الايتمان وهم كمان اللي هم بيشتغلوا مع الصندوق تحت اشراف المتخصصين وبيوعوا اهليهم داخل المناطق بخطورة تعاطي المواد المقدرة احنا الحقيقة كمان نشغالين في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنوعى اهلينا في هذه القرى برضو الهيات الاكتشاف المبكر للتعاطي بنعمل دوري رياضي تحت شعار انتعاق وممقدرات لابناء القرى في حياة كريمة ايضا بنعمل انشطة تفاعلية والعاب تفاعلية ليه الاطفال عبارة عن ورش حكي هدفها هو رفع وعيهم بخطورة تعاطي المواد المقدرة بالتزامن مع كل حضرتك يعني المحاور اللي احنا شغالين عليها احنا ايضا عندنا محور في غاية الاهمية المحور الوقائي لوقاية ولدنا في المدارس ويمكن على مدار العام الماضي اطلقت معالي الوزيرة الدكتورة نبيل الكباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس ادارة التندوق اكبر برنامج وقائي لتوعيد طلابنا في المدارس خاصة في المرحلة الاعدادية والسنوية هدف هذا البرنامج هو كمان بيعتمد ان هو بيبس فيديوهات توعوية بتحكي رحلة التعاطي وبتبرز الاضرار اللي بيتعرض لها متعاطي المواد المقدرة سواء اذا كانت اضرار نفسية او صحية او مادية وبالتالي بنرفع الوعي برضو لده ولادنا في المدارس بخطور التعاطي المواد المقدرة ويمكن على مدار العام الماضي احنا الحقيقة واعينا ونفذنا البرامج التوعوية في اكتر من 9000 مدرسة ونتجتها هو ادينا شايفين دوري معمول مخصوص للمتعافين عايزة اعرف بقى اللاعبين اللي موجودين في الدوري اكيد المباراة بتكون ميكس يعني او من المتعافين ومن اللاعبين او من الناس العادية خالص اللي لم تتعرض لخطر الادمان فبيبقى فيه نوع من انواع الدمج وبيبقى فيه نوع من انواع الاعادة التقبل المجتمع ليهم احنا فيما يتعلق بالدوري اللي حضرتك اشرت عليه وكان دوري للابناء من المتعافين نفسهم ولكن احنا بنعمل بشكل سنوي بنجيب يعني بنعمل دوري رياضي لكافة المتعافين على مستوى مراكز العزيمة التابعة لسندهم وجفعته على اجل اجمال والحقيقة كبار من نجوم الكرة بيتطوعوا بيجو شاركوهم وبيلعبوا معاهم يعني على مدار الفترة الماضية كتير من نجوم الكرة المصرية الحقيقة كانوا بيجو شاركو ده بيديهم دفعة وكمان زي ما بقول لحضرتك دي خدمات ما بعد العلاج اللي بيتميز بها سندوق وكافحة وعلاج الإجمال وعايز ازفر حضرتك كمان قبر صار ان كل المراكز العلاجية الجديدة اللي احنا بصدد افتتاحها هذا العام وان شاء الله نفتح تت مراكز علاجية ومنهم ايضا مراكز فيه كرة المبادرة الرئيسية حياة كريمة كل الاساس لهذه المراكز يعني اللي قام بتنفيذها المتعافين من الإدمان وده ينكي لأول مرة على مستوى العالم ان المتعافين من الإدمان هم اللي بيشاركوا في تأسيس المراكز العلاجية الجديدة لعلاج الإدمان والحقيقية هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها وده يعني الحقيقة مزيد من المسئولية للتأكيد على عدم حدوث أي انتكاسة كل الشكر لك الأستاذ متحة وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان شكرا جزيلا لك هنروح مع حضراتكم لمحافظة الأليوبية اللي بتشهد زيادة معارض أهلا رمضان وصل عددهم لخمستاشر معارض وده طبعا الهدف منه توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وده ضمن خطة الدولة للاهتمام بزيادة المعارض في المحافظة التفاصيل هنعرفها أكتر معانا على تيفون الأستاذ عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالأليوبية صباح الخير عليك يا أستاذ عيد وعلى خير يا قمد أعداد تم افتتاحها لغاية دلوقتي من المعارض والمنافذ في محافظة الأليوبية لو تكلمنا عن هذه الأعداد وتكلمنا عن المنافذ وأما كده صباح الخير على حضراتكم كل عام وحضراتكم بخير وسنحولي بداية أهني القيادة السياسية والشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم عادة الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية من خير واليمن والبركات احنا انبارح أتممنا المعرض رقم 15 من معارض أهل الرمضان بالإضافة إلى 20 شادر منتشرين على أنحاء المحافظة بالكامل ليكون عدد المعارض والشوادر 35 معرض مشادر على مستوى المحافظة الأسعار في المحافظة السكر المبادرة بيبتدي من 27 جنيه الرزق الرفيع بيبدأ من 27 جنيه والعريض من 30 جنيه الزيوت شهدت هبوط في الأسعار الفترة الماضية على منصفة الأسبوع الماضي هبطت لدرجة أن الزيوت بدأت من 40 جنيه لساعة 650 جنيه وساعة اللتر يبدأ من 60 جنيه على بداية المعارض كان بيبتدي من 80 جنيه الحمد لله حصل هبوط بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة الرشية طيب نتكلم مع حضرتك عن إقبال الناس يعني احنا فتحنا عدد كبير من المعاضر وزيما حضرتك ذكرت كمان شوادر الإقبال عامل إزاي من الناس؟ الإقبال غير عادي بالنسبة للمعاطنين لأن حضرتك بيشرفنا طبعا في المعارض بيلاقي اطلع متوفرة بشكل كبير وبجودة عالية وأقل من مثلتها في الأسواق من 20 ل 35% وفيه متابعة يومية عشان لو فيه سالة أو حاجة خلصت أو فيه نقص في المعروض على طول بيكون فيه إمدادات ليه الرقابة دائما موجودة على المعارض احنا فضرتك مش مجرد مجبوداتنا ان احنا بنفتح المعرض احنا بنفتح المعرض ثم تسموا متابعاته من بداية الافتتاح وحتى النهاية على مدار اليوم بحيث ان اي سلعة من السلعة اللي هي موجودة في المعرض تنقص يدمي إمدادها على الحور بحيث تكون موجودة باستمرار بنفس الجودة وبنفس الأطعار وبنفس الكمياء ازاي بيتم وضع ألية للحرص على تنوع المعروضات اللي موجودة في معارض أهل رمضان من أول الأنواع للفئة نفسها في نفس النوع بحيث انها تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعي طبعا للزوء العام لازم يبقى موجود كل السلع الرمضانية والسلع الاستراتيجية موجودة في المعارض أنا عايزة أقول لحضرتك ان في حد المعارض عاملينه في محافظة الألوية على طراز السوق المطري بحيث ان حضرتك بتشرفينها في المعرض بتلاقي كل شيء موجود حتى شغل الكنافة والقطايف معمول فرن موجود في المعرض الدافة دائم دائما موجود في صفرة رمضان المقبلات والمشاهيات برضو موجودة الأعلاف موجودة التوابل موجودة البقليات كلها موجودة ما فيش أي حاجة ممكن حضرتك تتخيلي ان هي تكون موجودة في البيض الهايبر إلا وموجودة في معارض أهلا رمضان تمام وفيه كمان عربيات متنقلة أعطف عندنا حضرتك منافذ متنقلة وعندنا فيه مبادرة في محافظة الألوية اسمها سكارك لحد بيتك في الأماكن اللي هي بيضعب بالوصول إليها أو الأماكن اللي ماتهاش منافذ متنقلة بتبقى فيه تيارات متنقلة بتوصل لحد المواطن جنب بيته عشان يتناول السلعة اللي هو بيدور عليها سلعة دي للسكر بس ولا فيها حاجات تانية دي أساسها السكر وبيبقى فيها عروف أخرى من باقي السلعة الاستراتيجية اللي هي حضرتك بتقدم للمواطن بسلعة مقفلة أكيد طيب احنا كلمنا عن الرقابة على المعارض نفسها ولكن الشوادر والعربات المتنقلة ازاي بتقدروا تتابعوا اللي موجود فيها نفس ما يتم في المعارض رقبك المعارض حضرتك بيتم على المنافذ السابقة والمتنقلة والشوادر بحيث ان احنا نحافظ على الجودة الخاصة بالتلعة اللي بتقدم للمواطن هاستمر ده ايام العيد كمان ولا خاص فقط بأيام رمضان أولا بستمر رح حضرتك لنهاية شهر رمضان اللي بيبحثها طمعا ايام العيد وقابل للتمديد بتعليمات معالي الوزير وفخامة الرقابة تمام التواصل بقى فندم مع المنتجين والعارضين ازاي تم هل شفتم منهم ان هم مستعدين ومبسوطين ان هم يكونوا موجودين في هذا المعارض لانه برضو على الجانب الآخر ربي يحقلوه من نسبة مبيعات علي دايما حضرتك قبل بداية معارض أهل الرمضان بيتم التجهيز قبلها في عالي شهرين تقريبا بتتمسيق مع الغربة السجرية بيتم انتقاء افضل العارضين اللي ممكن يشاركونا حضرتك في المعرض عشان نضمن جودة المنتج او طلعة المقدمة للمواطن ونضمن طبعا التخفيضات اللي هي بتكون موجودة علي أكيد كل شكرا لك الأستاذ عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالأليوبية شكرا جزينا دلوقتي مشاهدين معاد مجازل أهم الأخبار معدينا شكرا لك شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تبادل الرئيس عبدالفتاح سيسي التهنئة مع عدد من ملوك ورؤساء دول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يعيد الله الشهر المعظم على جميع الشعوب العربية والإسلامية باليمن والخير وأن يديم عليهم الأمان والازدهار تتواصل في القاهرة محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وذلك في محاولة للتواصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق نار في غزة وكانت القاهرة قد استضافت الأسبوع الماضي على مدار أربعة أيام جولة مفاوضات تستهدف تهدئة في غزة لمدة ستة أسابيع يتخللها تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حيث شاركت في تلك الجولة التي تأتي برعاية مصرية وفوض من حماس وقطر والولايات المتحدة نفذت عناصر من القوات الليجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية وعدد من دول الصديقة والشقيقة عددا من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوية على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة وعلنت القوات المسلحة أن ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ للتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع العبء عن نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة شهدت مدينة القدس المحتلة استنفاراً كثيفاً عشية في أول أيام شهر رمضان مع انتشار غير مسبوق للشرطة الإسرائيلية وفي مدن الضفة الغربية قالت مصادر أمنية إن عدد القوات الإسرائيلية ضعف القوات المتواجدة في قطاع غزة بالإضافة إلى وحدات الاستنفار المساندة للقوات الإسرائيلية في الضفة وأشارت المصادر إلى أنه يجاد الآن 23 كتيبة من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بينما في قطاع غزة كله 12 كتيبة وصلت قوات احتلال إسرائيلية قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بمدينة غزة وخان يونس ورفح مع أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه القناة 13 إسرائيلية عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن تقديرات الجيش هي أن القتال في خان يونس سينتهي خلال أيام إلى أسبوع وأشارت المصادر إلى أن الجيش أنهى تفكيك لواء خان يونس وقوات خاصة ستبقى في البحث عن المحتجزين وقادة حماس أعنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن الجيش يوشك على إنهاء الجزء الأخي من الحرب بقطاع غزة وأوضح نتنياهو للصحيفة بوليتيكو الأمريكية أن القتال لن يستغرق أكثر من شهرين وربما ستة أو أربعة أسابيع في الوقت نفسي أكد نتنياهو أنه لا يرى أي اختراق في المفاوضات لافتا أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون إطلاق صراح المحتجزين قال الرئيس الأمريكي جو بايد أنه سيوصل الجهود لإيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والعمل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق نار وأكد بايد في بيان بمناسبة شهر رمضان أن سكان قطاع غزة يعيشون مأساة كبيرة مشينا إلى أن واشنطن ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر ختم المجزئة التاسعة فاصل ونعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر من كم يوم كان في حدث عالمي مهم في روسيا الحدث ده اسمه المهرجان العالمي للشباب لروسيا سوتشي عشرين أربعة وعشرين مهرجان بيشارك فيه عدد كبير من الشباب من مختلف دول العالم مصر كانت موجودة وكانت مشاركة بمجموعة من شبابها وأبرزهم فريق سفراء الشباب العالمي اللي قدم هناك حزمة كده من المحاضرات والورش وقدم مجموعة من المقترحات عن استراتيجية العمل التطوعي في العالم عايزين نعرف تفصيل أكتر معانا طبعا دكتورة نجلاء فتحي الليثي وهي مدير برنامج أسرة بالهلال الأحمر المصري واحدة من المشاركات في هذا المهرجان منورنا أهلا بحضرك يا فن أهلا بيكم وصلاح خير عليكم وصلاح طيبين وصلاح طيبين في البداية دكتور عايزين نتعرف من حضرتك على الكواليس كواليس اختيار كل مشاركة في هذا الحدث هو في الحقيقة احنا المهرجان الشباب العالمي بروسيا تم إطلاقه لسنة 2024 من حوالي 6 شهور كان طبعا كامبين عالمي كبير جدا في مصر احنا انا شاركت في 2017 مع الوافد المصري برضو فحاولنا ان احنا المراضي ان احنا يكون في دعم من جهة حقومية كبيرة مفيش أحسن طبعا من موزاة شباب الرياضة وأساس دكتور أشرف صبحي الكمبين كان كبير جدا على مواقع وزارة شباب الرياضة وقدم أكتر من 4000 ونص شاب مصري في المهرجان وده كان أعلى رقم من المتقدمين في الشرق الأوسط وتاني دولة قدم منها مشاركين على مستوى العالم وده طبعا بسبب دعم الوزارة وانتشار الموضوع ما بين الشباب كلهم ومختلف بقى فئاتهم الرياضيين والفنيين والمتوعين وكلهم فاحنا قدمنا وبعدين كان فيه لجنة اللجنة التحضيرية الوطنية من مصر كان بيرقصها أستاذ أحمد براني وكان أعضاء اللجنة الأستاذ دكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب اللي هو حاليا رئيس الوفد المصري في سوتي ودكتور شريف جاد ومستشار ناجي وبعد كده كان بقى فيه مجموعة من الانترفيوهات والمقابلات وطبعا الابليكيشن طبعا ما كانت شي سهلة خالص كان فيها تحديات كثيرة طبعا لازم يكونوا بيختاروا فئات معينة من الشباب اللي هي متفوقة في مجالتها بس بعد كده عملنا انترفيوهات وكان فيه كذا لقاء وبعدين كان قبل المؤتبر أو المهرجان نفسه كان فيه معسكر مكسف لتدريب الشباب اللي تم اختيارهم من قبل وزارة الشباب حضروا الأستاذ دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ومجموعة ونخبة من اللواءات ومساعدين وزراء الخارجية والمدربين والدكتور اللي دون بعض التدريبات زي عن اتيكيت ازاي نتعامل مع الشباب من جهات مختلفة والدايفيرسي وهكذا عظيم طيب كان فيه موضيع أكيد هي الأهم في النقاشات هي فيه ملفات كده انتو كنتوا مركزين قوي في النقاش فيها ايه كان أكتر حاجة فيه تركيز كبير قوي عليها في الكلام طبعا احنا كان أهم حاجة بالنسبة لنا العلاقات الروسية المصرية كان فيه لقاء خاص كان بيتحدث فيه دكتور عبدالله البوطش المساعد وزير الشباب عن العلاقات الافريقية والروسية في الجامعات اللي موجودة في روسيا وافريقيا وعلى رأسهم مصر وقشات بان العلاقة المصرية الروسية متطورة جدا والتبادل والطلاب ما بينهم كبير جدا بدليل ان فيه مجموعة كبيرة من الشباب المصري خاصة بحاجة اسمها ميشن كاينس وهي المهام الانسانية اللي بتتبادلها الدول يعني مثلا روسيا بيعندها مجموعة من المتوعين والخبراء في العمل المجتمعي والتنوي كان بيجوا تبادل خبرات هنا في مصر عن طريق المركز الثقافي الروسي وكان لهم دعم كبير جدا في تدريب مجموعة من المتوعين فتناقشنا في هذه الجلسة ازاي نطور هذه العلاقات وزي نقوم بميشن للرؤية والاستراتيجية مصر 20-30 وعلى رأسها طبعا قضية المونيخ عظيم جدا حقا قلت انه الشباب اللي كانوا مشاركين من المتفوقين في مجالاتهم ايه طبيعة المجالات كان في مجالات رياضية كان معينا أسادزة من الجامعة في المجال الرياضة وعندنا بطلة أولمبية وكان عندنا كبان فريق بالي عمل عرض بالي فراغوني في سوتي قبل الحفل الختامي على طول كان فيه كمان ناس متفوقة جدا في موضوع الاي تي والابتكار لان ده كان لي طبعا المهرجان كله كان قائم على الابتكار كان كلها الربوتس دي كل حتة الحاجات الـ AI كلها احنا حتى صورتنا كان بتطلع بالـ AI فطبعا كان وجودهم مهم جدا وكان فيه فريق صفراء الشباب كان مشارك بألعاب عن طريق ان احنا بندعم الـ education عن طريق التلعيب فكنا مشاركين بألعاب متطورة جديدة بتراث فرعوني ورسومات فرعونية احنا كان ساميتها لنا المصممة بتاعتنا السمية الصفتي بنفسها يعني حاجات original فرعونية فكل المجالات تبعا اشتركنا فيها يعني كنا متقسمين ست فرق فريق ميديا فريق ترويجي فريق الرياضي فريق الابتكار كان متسمين عن على أسماء الفرعنة يعني فريق الترويجي كان اسمه طبعا الخامون الفريق الابتكار كان اسمه أمن حطب الفريق الميديا اسمه سفينكس وهكذا طيب كان فيه واحدة من النقاشات الكبيرة اللي تم نقاشها كان وقتها تعزيز ثقافة التطوع ده واحد من الأفكار اللي كانت مطروحة وواحد من العنوان يعني للنقاش كلمية أكتر اتكلمتوا ازاي عن التفاصيل دي تعزيز ثقافة التطوع ايه اللي وصلتوله فيه مختلف عن اللي بنتكلم فيه كل مرة احنا فيه منظمة دولية اسمها We are together المنظمة دي بتدعمها كان بتدعمها هاية أمم المتحدة المتوائين في الروسيا ودي تعتبر شريك أساسي للوكالة المنظمة للمؤتمر طبعا هيتكلم عن التطوع والنهام الإنسانية والأعمال المجتمعية اللي بيقوم بها الشباب والقضة الشباب كمان في مجتمعتهم بالفحل احنا تم زيارة المكان الرسم في المهرجان والساس الدكتور عبدالله بوتش زارهم بنفسه ومستشار الممثل للسفارة المصرية في روسيا زارهم بنفسه وتم تبادل الحديث عن القدرة التطوعية في المصر والروسيا وإحنا كنا شاركنا كفريق سفراشة بالعلامي في جيزة بتاعت وي ارتو الجيزة دي على العامين المتطلين وكنا طوب فايناليست أول شرق أوسط ورابع على العالم في انحنا نحصل على الجيزة دي وبالتالي بسبب مشاركتنا واللي هما شافوه والخبرات اللي شافوها عن الفريق في التطوع والعمل المجتمعي من 2014 تم اختيار أحد أفراد فريق سفراشة العالمي هو دكتور أمير حواس التحدث في لقاء خاص لخمسين واحد فقط من العشرين ألف مشارك مع الرئيس بوتين وكمان كان فيه لقاءات مع رئيس الوزارة الشباب ورئيس الوزراء ولقاءات طبعا مغلقة عشان نتكلم عنا تطوع زي نوطط العلاقات المصرية والروسية زي الشباب المصري يستفيد من الشباب الروسي وهكذا وتبادل الترفين تمام وكان فيه لقاء مع رئيس المهام الإنسانية كان ليه كانت لقاء مع رئيس المهام الإنسانية في روسيا لو تكلمين عن هذا اللقاء وإيه اللي تم فيه وإزاي زي ما قلت يكون فيه عمل مشترك أو أي نوع من أنواع التأهيل ما بين الشباب المصري والشباب الروسي فيه حاجة اسمها ميشن دوبرا رئيس المهام الإنسانية ميشن دوبرا دي ميشنز أو مهام إنسانية من روسيا بتروح لعالم راحة الهند وباكستان ونيجيريا ومصر السنة اللي فاتت إحنا كان نرى الشرف إن إحنا نصطدفهم نزلوا معنا كرة في البحيرة لعبوا مع الأطفال لعاب التفاعلية المبتقرة وإسلوب الرياضة من أجل التنمية اللي إحنا بنستخدمه في مبادراتنا أشاهدوا جدا بأن فيه شباب مصري ما عندهمش عنف ضد مرأة ما عندهمش عدم مساوية لا بينادوا بالحقوق الإنسانية وبالقيم فهما لما يجوم عندنا في مصر الميشن دي رجعت روسيا يعني كانوا متفاجئين بالحضارة بتاعتنا وإن إحنا لا مفيش جمل مفيش حاجات اللي هما بيسمعوا عنها لا ده فيه شباب متطور بيعمل ألعاب متطورة فبالتالي إحنا عرضنا ده في ميشن في الكسيشن دي ولما عرضناها يعني الرئيس الميشن أعجب جدا بالنتائج فعرض علينا أن إحنا نشتغل في مجموعة عمل على أن نطلع ميشن جديدة وفكرة جديدة تكون بتوصل ما بين روسيا ومصر ودول تانية فإحنا يعني فكرنا وعرضنا فكرة حاجة اللي هي الميشن أو المهام فتح السيسي بعد الكوب 27 التوجه طبعا أن إحنا نعزز التعامل الصديق بالبيئة والفعاليات الصديقة بالبيئة فبالتالي دي لقط اهتمام منهم وحبوا أن هما يدعموها وقالوا أن هما إن شاء الله السنة دي الميشن جديدة نفس ما بين مصر وروسيا ودول أفريقية في أي أطروحات تانية اتفقتوا أن الشغل فيها مشترك ما بينكم وبين الجانب الروسي بعد اللقاء بتاع السيد كان فيه بعض الاجتماعات ويقترحوا أن إحنا يكون في تعاون ما بين وزارة الشباب وبين الوكالة الروسية بحيث أنه هو يكون سواء الجوائز الدولية أو الأنشطة اللي بتتنفذ ما بين الدولتين يكون مطروح ومدعم من قبل المحكومة والستيك هولدرز لأن ده مهم جدا في فترة اللي جاي طيب عظيم جدا دكتورة زي ما هما جم وزاروا دول كتير وزاروا مصر هل إحنا عندنا نفس الفكر ونفس التخطيط أن إحنا نزور دول تانية نتعرف على ثقافات أخرى وفي نفس الوقت نعرفهم أكتر بالثقافة المصرية بالطبع إحنا أصلا في المهرجان أطلقنا مبادرة دولية عالمية اسمها تبادل المبادرات العالمية وده بيهدف أن إحنا المبادرات النجحة الموجودة في مصر اللي ليها أثر كبير لأن مصر عندها كتة طوعية كبيرة على مستوى الشرك الأوسط والعالم كله اللي إحنا نتبادلها مع الدولة التانية وعلى رأسهم روسيا وده المخطط لي إن شاء الله في السنة الجاي طيب هل بيبقى فيه مبادرة شغالة في مكانين في نفس الوقت يعني هل طرحتوا فكرة أن إنتوا بيبقى فيه عنوان عريض تشتغلوا عليه كل واحد بما يتناسب مع احتياجات بقته ولكن تحت نفس المظلة أو تحت نفس العنوان هو المنظمة اللي هي منظمة للمهرجان We are together هي عربت عن اهتمامها قوي بفكرة الألعاب من أجل أهداف التنمية مستدامة اللي هي بتنفس في مصر وإن هي يعني النتائج بتاعتها مبنية على أسس علمية وإستشاريين هم اللي نفذوا المبادرة دي فبالتالي هم حابين إن ده يتنفس كمان في روسيا وإن إحنا نروح ندربهم فبالتالي نقدر ننفذ جيمس والجول دي في مصر كتلة كبيرة جدا من العمل التطوعي لو تكلمين عنها إزاي وصلنا إلى هذا المستوى وهل العدد في زيادة إزاي ننشر أكتر ثقافة التطوع أنا أكلمك عن نفسي أنا متطوع من وإن أنا عندي 12 سنة يعني كان ليا باع كبير قوي في التطوعي خدته من مجالة التطوعي من تحت ودايما بقول الشباب عندي في فريق السفر وإن شاب العالمي إن هما ما يجريش دايما عن هو يكون قائد لأ اتعلم من تحت من 2014 اللي أنا شفته إن لأ كان فيه فيه كتلة تطوعية محترمة ولكن دي زادت وظهرت إمتى لما بدأت تنزل لمبادرات الرئاسية لما بدأت الرسايد الرئيسي حس على دعم الشباب ودعم القدرة التطوعية لما بدأت فيه مؤسسات مبادرات الرئاسية زي يعني 100 مليون صحة حياة كريمة النهوض بالعشوائيات وإن هي كون مدن متطورة كل ده بدأ يظهر بالذات بعد المنتجة رئيسي العالم في 2017 بدأ القدرة التطوعية المصرية تزيد وتظهر هي كانت موجودة ولكن ما كانتش ظهرة قوي للعالم أو للمؤسسات بدأت المؤسسات الدولية والإنجي أوز واليو آن تبدأ إنها تتفكر إزاي تعمل مجالس شبابية ومجالس شبابية استشارية بالدعم الشباب ده أيضا معالي الوزير أشرف صبحي كمان مهتم جدا إن هو يوحد قوة الشباب في مكان واحد فبالتالي دلوقتي سيبقى يعمل لهم مجموعات عمل وبيعني زي ما من قمنا احتضلهم تحت رعايته عشان يتم إعدادهم بشكل مناسب لما حد يشارك في أي محافل دولية أكيد كل شكرا لكي دكتورة نجلاء فاتحي ديسي مدير برنامج أسرع بالهلال الأحمر المصري شكرا نورتين شكرا لك شكرا لكم جدا شكرا دكتورة كل سلام طيب وانت طيب نرسي لكم جدا مشاهدين هنروح دلوقتي اللي دينا ومعاها مجموعة كبيرة من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية تفضل يا دينا شكرا لك يا شازلي والآن جمعتنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا الكابتن حسامة حسن المدير الفني لمنتخب الوطني أعلن غير قائمة منتخب مصر النهائية للمعسكر المقبل وضمت 25 لعبا في حراسة المرمى ومصطفى شبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدي سليمان وفي الدفاع محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي ومحمد شكري وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأحمد رمضان وفي الخط الوسط أحمد فتحي ومروان عطية وإمام عشور ومحمد مجزي أفشة وأحمد نبيل كوكا وفي الهجوم محمود ترزيجي ومصطفى فتحي وحسين الشحات ومن أخبار المنتخب لمنافسات الدورية وفريق سموحة اللي فاز على سراميكا بنتيجة 1-0 في المباراة لجامعة الفريقين بسد الأسكندرية ضمن الجولة 15 من عمر مصابقة الدوري مصري الممتاز وارتفع رصيد فريق سموحة للمركز السادس بجدول ترتيب بمصابقة الدوري مصري الممتاز برصيد 22 نقطة بينما توقف رصيد فريق سراميكا عند النقطة 21 في المركز السابع الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سراميكا بعد اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وده بعد تقلقه في المباراة فريق براميز فاز على الدخلية بنتيجة 2-0 في المباراة لجامعتهم بسد السلام ضمن مباريات الجولة 16 لمصابقة الدوري المصري الممتاز وبالنتيجة دي احتل براميز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة وفريق الدخلية المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط المركز الثالث إبراهيم عاد النجم فريق براميز حصل على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الدخلية اللي جامعتهم بسد السلام ضمن مباريات الجولة 16 لمصابقة الدوري الممتازة فريق طلع الجيش اتعدل مع المقاولون العرب بنتيجة 3-3 في المباراة الودية لجامعة الفريقين مباراة استعدادا لمباريات الدوري بعد منتخب اليد مواريد 2004 وصلت لغانا المشاركة في دورة الألعاب الافريقية اللي بتقام في أكرة وتستمر حتى 22 مارس الجاري واختار طارق محروسة المدير الفني منتخب مصر لكرة اليد 16 لعبا لمشاركة في دورة الألعاب الافريقية مريم ومروى الهوديبي لعب مصر لتنس الطولة حققوا ذهبية منافسات زوجي السيدات بدورة الألعاب الافريقية المقامة حاليا بغانا وتمكنت مريم ومروى من الفوز في مباراة نهائية على الزوجي التنسي المكون من عبير صلاح وفدوى جارسي بنتيجة 3 واحد بسم رمضان لعبة المنتخب المصري لرفع الأفقال توجد بثلاث مديليات ذهبية في وزن 45 كيلو في دورة الألعاب الافريقية اللي بتصادفها مدينة أكرة الغانية خلال الفترة من 8 حتى 23 من مارس الحالي ونروح لدوري الإنجليزي وفريق ليفربول المحترف ضمن صفوف النجم المصري محمد صلاح تعادل مع فريق منشستر سيتي واحد واحد لمباراة لأقيمة على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل بيتصدر أرسلان جدور ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة وبفرق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بينما حل فريق منشستر سيتي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة فريق توتنهام فاز على فريق أستنفيلد بنتيجة 4-0 في المباراة لجمعتهم على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالنتيجة دي فريق أستنفيلد ظل في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة وتتنهام في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة فريق ميلة الحقيق الفوز على أموبيلي بنتيجة 1-0 في المباراة لجمعتهم ضمن منافسات الجولة 28 من بصابقة الدوري الإيطالي بالنتيجة دي يتواجد فريق ميلة في المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري إيطالي برصيد 59 نقطة بينما يتواجد أموبيلي بالمركز الستاشر بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة وبكده خلصت جولتنا أرياضية هنروح لفاص ورجع لكم مرة تانية نكمل معكم فقرات سبع خيابوس من أعظم نعم ربنا على عباده إن هما يدركوا شهر رمضان النهاردة أول أيام هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران ودايما بيقولوا عليه كده كالشمس بين الكواكب ده غير طبعا الفضل والثواب العظيم للصائم بيحصل عليه لما بيؤدي فريضة عظيمة ربنا أمر نبي هامان نحن النهاردة هنتكلم عن التسامح في رمضان بين الناس وكمان المواصبة المستمرة على الفروض منرحب في فقرتنا النهاردة بضفنا اللي منوارنا في الستوديو الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية صباح خير يا دكتور أهلا وسهلا صباح خير صباح خير يا فندي بني أحفظ كل صلاحاتك طيب ربنا أحفظكم بارك فيكم كل سنة وكل المستمعين ومشاهدين بخير وصلاح كل سنة وحرك بقى الفصحة لما يجي نتكلم عن التسامح أنا عايزة بس حضرتك تعرف لنا التسامح ده بيبقى إمتى وإزاي ومعناه لأن فيه ناس بتبقى مقتلط عليها الأمر قد يكون وقع عليها ظلم شديد وتطلب طول الوقت بالتسامح قد يكون هو اللي معتدي ويقول من اللي قدامه أنه يتسامح معاه إمتى الناس بتتسامح وتتسامح إزاي طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا هو أننا نتسامح معاده إمتى وطبيعة التسامح إيه والصور المختلفة للتسامح والحقيقة فعلا سؤال مهم جدا لأنه بيمس واقع الناس خاصة أننا بيبقى فيه أزمنا بنسميها الأزمنا الفاضلة وهذه الأزمنا الفاضلة لابد أنها توقر وتحترم فإحنا بنلتمس دخولنا في شهر رمضان باعتبارنا شهر كريم وشهر فيه خير وبركة فبنطلب من الناس التسامح بمعنى ببسيط خالص بمعنى التسامح أن الإنسان يعفو ويصفح عن أي خطأ أو أي تقصير أو أي جناية طبعا الجناية مش بمفهومها القانون يعني خطأ حصل بالنسباله فيسامح في ده يسامح في حقه يعفو عنه لو له حق ممكن يتجاوز عنه واللي عايز أقوله في البداية في مسألة التسامح أنه المتسامح إنسان كبير يعني القصة أنه يتسامح على وجعه ويبقى أكبر من آلمه دي معناه أنه إنسان دي نوع من البطولة بالمناسبة لأنه البطولة أو الرجولة أو القوة ما هيش في الانتقام وما هيش في استفاء الحق وما هيش في أن أنا أكون قوي أقوى من غيري وأنزل بيه العقاب وأنكل بيه وكذا لكن أنا أسامح هي دي البطولة الحقية فقط إذا كنت قادر على التسامح وأنا في موقف قوة ولا وأنا كمان في موقف ضعف أتسامح يعني حالتك بتقول إذا أستطيع أن أنكل بيه أو أستطيع أن أنزل به العقاب إذا لم أكن قادر على ده برضو يبقى اسمه متسامح؟ متسامح طبعا لأنه ببساطة شديدة الحقوق عند الله لا تضيع يعني أنا لو حق ضعف في الدنيا فأنا عندي حق في الآخر هيجيلة هيجيلة فأنا لما أكون متسامح يبقى أنا عافيت عنه وإن كنت صاحب مقدرة في الدنيا عافيت عنه ويبدأ تسامح صاحب حقه في الآخر عافيت عنه ويبدأ تسامح ويمكن المشهد الجميل اللي هو دايما بنستدل به وطبعا هو فيه أكتر من المشهد فيه سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس بيمقل التسامح العملي اللي هو مش تسامح نظر يعني يمكن مشكلتنا أننا شوية بنتكلم من غير ما نحاول نأخذ الكلام ده لنحي عملية حياتية وقعية يمكن عاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة جدا في المجتمع المكة 13 سنة موجود وهو بيحاول يعرض الدين على الناس ويعلمهم الأدب الرباني والأوامر والنواهي وهكذا وبعدين نراحل المدينة وبعد 8 سنين من الهجرة رجع تاني لمكة في فتح مكة سنة 8 هجرية المشهد بصراحة مشهد يعني تعجز الكلمات عن أنها توصفه أو تبلغه أو تحاول تبلوره في صورة معينة لأنه وقف وسط الناس وبعدين بيسألهم السؤال اللي احنا كلنا عارفين القصة بس عايزين نحسها بقلوبنا أكتر ما تظنون أني فاعلون بكم هؤلاء هم دول اللي شتموه هم دول اللي ضربوه هم دول اللي أهنوه هم دول اللي رفضوا دعوته هم دول اللي سبوه وقذوه حتى في أهله وفي عقله واتهموه بتهم شنيع جدا وبعدين هم بكل بساطة لأنه هم يعرفوا أنه صادق أمين قالوا خيرا أخو كريم وابن أخو كريم شعب أبي طالب تلس سنين والناس مش لقيا تاكل ما كنتوش عارفين أنه هو أخو كريم وابن أخو كريم لما طلب منكم أنه أنا مش عايز منكم حاجة لا فلوس ولا ملك ولا 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 عايز بس أدلكم على الخير وعرفكم طريق ربنا ما كانش أخو كريم وابن أخو كريم لما اعتأمرتوا على قتله واكتمعتوا قدام البيت علشان تطلعوه ويتفرخ دمه في القبائل ما كانش أخو كريم وابن أخو كريم دلوقتي بقى أخو كريم وابن أخو كريم ومع ذلك يعني لم تغلبه قوة البطل المنتقم ومعاه وأتباع وهو جنوده وكذا نعم لكن قال لهم بكل بساطة اذهبوا فأنتم مطلقاء يغفروا الله لكم ودي قمة التسامح مع القدرة على إيه أن أنا أوقع العقوبة أو النكال بصاحب الخطأ في حقي طيب هل التسامح هو شرط القبول الطاعة؟ احنا مش بنسميه شرط علشان بس من الناس برضو ما تفهمش غلط لكن احنا من باب توقير الصيام من باب توقير الطاعة احنا بنحافظ على طاعتنا وبعدين احنا لو تأملنا المشهد كويس هل نلاقي أن فيه غايات أخلاقية مربوط بها العبادات يعني احنا يا ربنا سبحانه وتعالى صحيح أمرنا بالصيام وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وحج والكلام ده كله لكن لما نرجع للغايات أو النتيجة النهائية اللي احنا عايزين نوصلها من هذه العبادات هل ليها غاية أخلاقية؟ يعني مثلا ربنا أمرنا بالصلاة وقال إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر وأمرنا بالصيام وقال لعلكم تتقون وأمرنا بالزكاة الخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وقال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فإذا كل العبادات المشروعة مرتبطة بغايات أخلاقية لأن ربنا سبحانه وتعالى غنية أصلا عن عبادتنا بس الفكرة كلها العبادة ترجع لنا احنا بالفيدة وبترجع على المجتمع كله بنوع من التقالف والسكينة يعني والتقارب وهكذا فإذا إحنا لما نفكر في مسألة إن هو يقبل أو لا يقبل إحنا مهم أن أخذ بالنا عشان توقير صيامنا بمعنى إيه؟ أولا إحنا عايزين نفهم أنه هذا النموذج العملي الذي كان في يام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امرأة من كثرة صلاتها وصيامها ولما نقول إنها ذكرت من كثرة صلاتها وصيامها دي مش معناها إنها بتصلي الفريضة يعني مش بتصلي ظهر عصر مغرب عيشة فجر كده زي الناس لا ده قدر تقريبا كل الناس بتتفق فيه بيصلوا الفرائد لكن لما تذكر من كثرة صلاتها وصيامها ده معنى كده إنها صلت الفريضة وصلت كمان نفلة وتطوع بزيادة أوي الصيام مش صامت الفريضة شهر رمضان مثلا ده كمان صامت حاجة تانية أعلى من رمضان يعني مثلا اثنين وخميس مثلا أو لأيام اللبيت في الشهر وهكذا طيب إيه مشكلتها الست دي دي شدت كويسة يعني بالحساب المبدئي دي شدت كويسة بتصلي وبالصوم وبالزيادة لكن غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها يبه هنا عندها الناحية التعبدية موجودة كويسة لكن الناحية الأخلاقية في تعملها مع جرانها فيه أذى فيه سب فيه شتن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم في هذه الصورة برغم فيه عبادات قال لا خير فيها هي في النار طبعا دي أزمة كبيرة جدا أزمة كبيرة جدا إزاي إنه ممكن الصورة اللي إحنا متصورينها أنا ثري بحساباتي أنا عندي غنى بطعاطي وعباداتي بس ممكن أجي يوم من إياما مفلس ليه لإنه أنا مع الطعاطر والعبادات الموجودة علي حقوق فده يستوفى من ده ففي الآخر أطلع الحساب معايا بالنسبة لصفر ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل مرة هتدرونا من المفلس فبحكمه وبعرف الدنيا السائد المفلس اللي ما عندوش فلوس اللي ما يملكش حاجة لكن علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المفلس لا هو مش ده اللي هو بيجي بصلاة وصيوم وزكا عمل عبادات وعمل طعاط لكن في نفس الوقت وجايش هتم ده وسب ده وأكل مال ده وعمل الحاجات دي كلها إحنا متتصورين إنها مش عبادات وده برضو بيصحح الفهم بتاعنا في فكرة إنه هو الدين صلاة وصوم بس لا الدين جزء منه عبادات اللي هو الصلاة والصوم ومشروع والزكا والحج والحاجات دي ولكن جزء تاني أخلاقي مهم جدا لإنه الإنسان الدين ده بناء شامل مش حاجة واحدة في ركن من أركان الحياة لا الدين شامل الحياة كلها فهو بينظم علاقة الإنسان بنفسه علاقته بربه علاقته بالكون حتى من حاوله علاقته بمجتمع اللي حواليه كل دي بينظمها بأوامر إلهية وأوامر تبقى فيها مصانب نوع من القداسة فإحنا لما بنقول إن فيه تسامح آه التسامح ده أمر رباني وشرع نبوي ما ينفعش نحنا نقول طب أنا خلاص أنا هصلي كده أنا عملت اللي عليا ومش لازم الجانب ده لا مش لازم ده وأنا لازم أسامحه قدامه يعني ولا أسامحه بيني وبالنفسي والله إحنا لو إحنا عايزين نوصل لنوع من التسامح المجتمعي والتقالف يبقى طبيعا لازم أن تسامح ودي القوة الحقيقية ويمكن أنا فيه تجربة كلمت عليها قريب ونفسي ننقلها بمناسبة شهر رمضان الكريم إحنا طبعا لما بنعيد على بعضه بمناسبة شهر بنقول له كل سنة وانت طيب بنقول له تقبل الله مننا ومنكم أيا كان الكلمة يعني في بعض البلاد أنا لقيت تجربة جميلة جدا 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 إنه يوم العيد مثلا تحديدا المفترض أن هو يوم فرح وكذا لكنه بيبقى يوم بكاء لأنه بس ده في بعض البيئات يعني بيروحوا بيشترطوا في العيد لما يعيد عليه إنه يقول له سامحني أنا غلطت في حقك واحدين وثلاث سامحني يعني التسامح ده مطلوب جدا وتصور حضرك لو إحنا قعدنا مشهد التسامح كل فترة وتصفينا وعمرها ما تبقى فيه مشكلة لأن الإنسان لما يكون بس يكون بجد يعني أكون مصفي قلبي مش أقول له حضرك سامحني تقول لي خلاص سامحتك وإحنا نتنين بنتكلم بس ألفاظ أنا أتكلم أنه أصل الأمور إنه هي تبقى حقيقية ما تبقاش مجرد حاجة بتتقال مجرد ألفاظ ومحنش حسنها ومحنش بنطبقها بجد هو ده الصدق الصدق إحنا مطلوب مننا أن نبقى صادقين في أعمالنا مش بس صادقين في أقوالنا ويمكن إحنا لو دورنا في القرآن الكريم هنالمس هذا المعنى إن مفهوم الصدق مش معنى أن أنا أقول كلمة وخلاص لا معنى أن الكلمة تبقى مطابقة للحال ومطابقة للواقع فأنا ما أقول له سامحتك يبقى أنا فعلا أعرف أن أنا عندي قرار حقيقي من قرارة نفسي أن أنا سامحتك ولا أقدب نفسي وبأجبرها على أنها سامحتك طبعا وكمان لو أطلب منه السماحة بطلب منه بقوة يعني بطلب منه مش نوع من العنترية لا ده أنا بطلب منه أنا معترف بتقصيري فعلا فأنا بطلب منه السماحة طيب ده بينطبق على معاملات كل الناس مع بعض اللي بينهم خصومه يتصلحوا إزاي يعملوا إزاي من غير ما ندخل فيها الكرامة ومن غير ما ندخل فيها المظهر وكل واحد خايف على شكله عايزين نقفل كل النقاط دي عشان نخرج من الحلقة إن شاء الله والناس فعلا عندها قدرة على تنفيذ نحن نقول هي المسألة دايما ويمكن ده اللي نحن بتعلمه من رمضان مسألة قرار خد قرار بمعنى إيه خد قرار واحد مثلا عايش فترة طويلة جدا يقول يا أنا بينه وبين صحابي مشاكل بينه وبين جراني مشاكل طب أنا نفسي قطع خد قرار المسألة سهلة جدا طب أنا مخاصم أهلي مشاكل خد قرار يعني أنت مستنى إيه المسألة كلها مسألة قرار مش أكتر من كده اعز منيتك واقد العزم تمام وخد قرار أن أنت هتكون متسامح وأن أنت هتكون متصالح مع نفسك أن أنت متصالح مع الناس وخد قرار ونفذ بناء على ده الإنسان لازم يتصوره فعلا أنه هو محتاج أن ربنا يعفو عنه أصلا فأنت محتاج تعفو عن الناس علشان ربنا يعفو عنك يعني أنت إزاي بتطالب الناس بهذه المسألة أو إزاي أنت مش سامح من نفسك لم تبذل هذه السماحة وعدين بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى أنهم سامحك يعني أنت بتطلب حاجة وأنت مش عارف تبذلها مش عارف تقدمها الناس بالرغم أن أنت يعني الخطأ اللي في حقك ممكن يكون خطأ صوري وشكلي وبسيط جدا كتير من مشكلتنا في حياتنا عبارة عن خلاف وجهة نظر خلاف بسبب كلمة خلاف بسبب موقف عابر ممكن يعدي يعني ممكن دايما نسأل نفسنا ماذا لو لو إحنا ما اختلفناش طب لو أنا ما زعلتش طب لو أنا ما عطرتش طب هو لو ما قالش كل ما كذا وأنا ما أقولش كل ما كذا فالمسألك هتتبع أبسط من كده بكتير فإحنا محتاجين بس مش أكتر من قرار خد قرار وعمل ده رمضان بيعلمنا القرار إحنا فجأة بالليل إحنا كنا في شعبان كنت بتاكل وبتشرب وبتفتر براحتك الصبح وفجأة خلاص صيام خدت قرار هي دي تعلم خد قرار تمام جدا على الجانب الآخر في بعض الناس بالنسبة لهم رمضان عبارة عن صيام فقط الامتناع عن الأكل والشرب في نهار رمضان فقط لكن غالبيتنا مقصرين في العبادة إزاي نرجع نستعيد تاني القوة والشحنة الإيمانية عشان نرجع نصلي في المساجد زي ما كنا بنعمل زمان نرجع نقوي علاقتنا بربنا أكتر على كل الأوجه يعني مش بس زي ما حتك ذكرت كده في البداية فعلا صوم وصلا فقط لا فيه جوانب أخرى فازاي نحن نرجع تاني نقدي هذه العبادات على أكمل وجه هو شهر رمضان يعني بصراحة بمجرد الإنسان ما بيحس بقرب شهر رمضان الروح بتحن والقلب بيطير إلى مسألة النواة الحمد لله هنصلي وهنقرأ قرآن وهنلتزم في الفرائض أنا بجي ربما أدخل رمضان كإني بقول يا رب أنا مرهق من من عاداتي مرهق من تقصيري مرهق من نفسي فيا رب أنا داخل الشهر أنا عايز أستريح أنا عايز أبقى كويس أنا عايز أتغير لأنني بقى لي 11 شهر كل ما أقول نفسي مثلا عايز أنزل أصلي الفجر حسني فيه حاجة بتعطلني عايز أنزل أصلي الجماعة مشغول كتير من الملهيات والمشاغل وعاداتي اللي بتغلبني كل دوا بيتغير في رمضان أول سبحان الملك يعني بيربي الإنسان على أنه تسمع وتطيع تسمع وتطيع الإنسان قاعد لما ألفه لما تعود عليه يعني يأكل يشرب يلعب يعمل اللي هو عايزه لكن فجأة هو مرتبط بوقت معين أذان يقول له افتر هنا فيه ناس بتخاف تروح الجامعة في رمضان اللي بيكونوا مقصرين طول السنة عشان نظرة الناس ليه انت جيت آه ما رمضان جايب أكل سنة أنت طايل طبعا هو خطأ أن فيه ناس تبص البصة دي يعني احنا في الوقت اللي احنا بنقول للراجل اللي هو خايف بالشكل دي يروح الجامعة علشان الناس بتبصله وتقوله انت راجل رمضاني مش عارف ايه خليني رمضان يا سيدي طيب ايه المشكلة يعني انا يعني انت عايزني ما تقوبش خالص يعني عايزني ما اشتغلش خالص يعني لكن احنا بنعيب على الناس التانية اللي هي بتعمل كده ليه لانه الواضح وده برضو نوع من التسامح برضو الواضح انه من سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل مع العصاة ما كانش بيتعامل بهذه القسوة اولا انت مش افضل من حد علشان تبصله البصة دي ان انت بتروح الجامعة هو ما بيروحش انت مش معصوم وهو في غلط انت مش مقدس وهو مدنس لا يعني احنا كلنا اصحاب خطأ وكلنا اصحاب تقصير كن ربنا سبحانه وتعالى وفأك لحاجة كويسة فده مش معنى ان انت تبص للناس من فوق مش معنى انت تبص للناس انهم يقل منك درجة دي نمرة واحد نمرة اتنين لا اياك اولا انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى اي واحد فينا مقصر لو راعة نظرة الناس وكلام الناس يبقى عمره ما ياخد خطأ قدام طب الحل ايه الحل دعك من كلام الناس لان احنا بنتكلم دايما على ايه خلي دايما تعاملك مع ربنا سبحانه وتعالى انت بتعامل مع الملك الكريم والملك الكريم قال قول يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فاذا انت تجي ربنا سبحانه وتعالى تروح له بالليل تروح له بالنهار تروحه في رمضان تروح له غير رمضان كده كده ربنا سبحانه وتعالى الباب مفتوح في اي وقت كل الشكر لك دكتور محمود الهواري الامين المساعد لمجمع البحوت الإسلامية نورتنا وشرفتنا رمضان كريم على حضرتك بكده مشاهدين نكون خلاصنا حلقاتنا مع حضرتكم بكرة ان شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر من تمانية لعشرة بنصبح لحضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر